ماذا عن رابط الاندية المصرية رد ايضا على بيان رابط المحترفين الدولية تعالوا نشوف بصفتنا رابط الاندية المصرية المحترفة الهيئة الحاكمة المسؤولة عن حماية حقوق ومصالح الاندية في مصر كمنا بمراجعة مقال فيفا برو الأخيرة بعناية لتسليط الضوء على بعض الأزمات التي يعاني منها بعض اللاعبين في بلدنا وتقدر رابط الاندية المصرية تفاني فيفا برو في حماية حقوق الاندية ولعب كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم وتعرب الرابطة عن دعمها للتوصيات المقدمة من فيفا برو إلى جميع لعبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم ونعتقد أن النقاط التي أثارها المقال ذات أهمية قصة وتستحق الاهتمام اهتمام جميع اللعبين الذين يفكرون في الانتقالات على مستوى العالم وليس فقط في مصر مع ملاحظة ما يلي 1- يتم تسجيل جميع اللعبين في مصر خلال نظام فيفا TMS لضمان عملية التوصيق المناسبة للانتقالات 2- يجوز الاندية طلب جوازات سفر اللعبين بسبب اتزامتها القرية والدولية وكذلك الأوراد الإدارية والسكنية وتمت مراجعة الاتحاد المصري كرة القدم الجهة المنوطة بهذا الأمر ولذي أكد مسؤوله أنه خلال السنوات الأربعة الماضية لم تتعدى الحالات المشكورة حالتين فرديتين وتم حلوهما داخل لجان الاتحاد لذلك من غير المعقول تعميم الأمر على الكرة المصرية 3- تلاتة من المهم ملاحظتنا وفقا للوايح المعمول بها في مصر يحقل جميع اللعبين الاعتراض على أي مخاوف أو شكاوة مع الكينات القانونية المناسبة وذلك وفقا للوايح الفيفا 4- يتم توفير عقود اللعبين باللغتين الإنجليزية والعربية 5- ويتحمل اللعبون المحترفون وكلاهم مسؤولية التفاوض على حقوقهم وشروطهم التعاقدية 5- أي مواقف خارج العمليات المذكورة أو أي انتهاكات محتملة يتم التحقيق فيها بدقة على أساس كل حالة على حالة لضمان المعاملة العادلة ودعم حقوق اللعبين الاندية المصرية المحترفة بشدة جميع اللعبين على الإحاطة علما بهذه التوصيات والإطلاع على اللوائح عند إبرام التعاقدات أو أي تعاملات أخرى مع الاندية وترفض الرابطة المخاوف المسارة بشأن حيادية وستقلية حيئات صنع القرار الرياضي في مصر والتي تتواجد بالأساس وتبزل الرابطة كل الجهود لتعزيز شفافية ونزاهة هذه اللعبين لدعم مبادئ العدالة والإنصاف استكمال لمشوار تطوير الكرة المصرية الذي بدأ منذ أقل من عامين مع إنشاء رابط الأندية المصرية المحترفة ومنذ ذلك الحين تنفذ الرابطة خطة فعالة للحوكمة والنزاهة كجزء من التزامها بتطوير كرة القدم في مصر وتود الرابطة التنويه على أن الجمعية المصرية لللاعبين المحترفين والمخولة من قبل فيفا برو لم تتقدم بأي شكوى رسمية خلال المسلمين الحالي والسابق وهما يؤكد عدم صحة هذه الادعاءات وعلى صعيد التطوير الرابطة بصدر إنشاء إدارة للنزاهة داخل التشكيل الخاص بها ستخص هذه الإدارة للمراكبة وحماية حقوق الأندية واللاعبين بالتعاون مع الاتحاد المصر لكرة القدم ونعتقد أن إنشاء هذه الإدارة ستساهم بشكل كبير في دمان ممارسات عدال عادلة وشفافة داخل مسابقتنا نهدف إلى توفير منصة موثوقة لللاعبين لطلب التعاوضات وإيجاد حلول لأية مشاكل مشكلات قد تواجههم علاوة على ذلك يتعاون اتحاد المصر لكرة القدم EFA بصورة فعالة مع قربة الأندية المصرية المحترفة EPL ويعمل بشكل وصيق مع الأندية لضمان تنفيذ خارطة الطريق نقدر تركيز في فبرو على توصيق أي عمليات تعاقدية وعمليات انتقال بأي الأندية ونشجع اللاعبين على الاحتفاظ بسجلات شاملة لهذه الأمور لحماية مصالحهم وتقديم الأدلة إذا لازم الأمر طيب الباقي كله كلام اللي هو توجيه لهذه اللاعبين